بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم يا منتا مطلب الحاجات ويا من عنده نيل الطلبات ويا من لا يبيع نعمه بالأسماء ويا من لا يكدر عطاياه بالامتناء ويا من يستغنى به ولا يستغنى عنه ويا من يرغب إليه ولا يرغبه عنه ويا من لا تفني خزائنه المسائل ويا من لا تبدل حكمته الوسائل ويا من لا تنقطع عنه حوائج المحتاجين ويا من لا يعنيه دعاء الداعين تمدحت بالغناء عن خلقك وأنتان الغناء عنهم ونسبتهم إلى الفقر وهم أهل الفقر إليك فمن حاول سدك التي من عندك ورام صرف الفقر عن نفسه بك فقد طلب حاجته في مظالها وأتى طلبته من وجهها ومن توجى بحاجته إلى أحد من خلقك أو جعله سبب نجحها دونك فقد تعرض للحرمان واستحق من عندك فوت الإحسان اللهم ولي إليك حاجة قد قصر عنها جهدي وتقطعت دون حيني وسولت لي نفسي رفعا إلى من يغفع حوائجه إليك ولا يستغني في طلباته عنك وهي زلة من زلل الخاقين وعفرة من عشرات المذنبين ثم انتبهت بتذكير كليم غفلتي ونهضت بتوفيقك من زلتي ونكزت بتسديدك عن غزرتي وقلت سبحان ربي كيف يسأل محتاج محتاجا وعنا يرغب معدم إلى معدم فقصدتك يا إلهي بالرغبة وأوفدت عليك رجعي بالثقة بك وعلمت أن كثير ما أزالك يسير في وجدك وأن خطير ما أستويبك حقير في وسعك وأن كرمك لا يضيق عن سؤال أحد وأن يدك بالعطايا أعلى من كل يد اللهم فصل على محمد وآل محمد واحملني بكرمك على التفضل ولا تحملني بعدلك على الاستحقاق فما أنا بأول راغب راغب إليك فأطيت وهو يستحق المنع ولا بأول شائل رسالك فأفضلت عليه وهو يستوجب الحرمان اللهم صل على محمد وآل محمد وكل دعائي مجيبا ومن ندائي قريبا ولتبرعي راحما ولصوتي سامعا ولا تقطع رجائي عنك ولا تبت سببي منك ولا توجهني في حاجتي هذه وغيرها إلى سواك وتولني بنجحي طلبتي وقضائي حاجتي ونيلي سؤلي قبل زوالي عن موقفي هذا بتيسير كالي اليسير وحسن تقديرك لي في جميع الأمور وصل على محمد وآله صلاتان دائمتان ناميتان لم قطاعا لأبدها ولا منتا لأبدها واجعل ذلك عونا لي وسببا لنجاحي طلبتي إنك واسع كريم فضلك آنسني وإحسانك دلني فأسألك بك وبمحمد الوالي صلواتك عليهم أن لا تردني خائبا أن لا تردني خائبا برحمتك يا أرحم الراحمين وصل الله على سيدنا محمد وآل الطاهرين